عبير موسي انطلقت في اعتصام أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس العاصمة وحكيت على راشد الغنوشي وحملته هو المسئولية مع المتاعب السياسية في تونس الكل مع المتاع حماية الناس ذو ما في المقر هذية وقالت اللي هو الرأس المدبر لهذا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اللي هو ضد الدولة واللي una دولة تحمي فيه بسبب راشد الغنوشي اللي هو قاعد في البرلمين ويستغل في نفوذه في الوزارات وفي البرلمان لحماية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وتنفيذ مخططاته في تونس برشة اتهامات خطيرة وجهتها موسي إلى راشد الغنوشي هذا يأتي في إطار التضييق عليه لتضييق الخناق عليه ولعزله ولتسهيل عملية عزله من رئيسة البرلمان وصحب ثقة منه خاصة وأن العريضة لمت أكثر من مئة صوت أو أكثر من مئة انضاء وهو ما يستعاوي اليوم إلى أنه يوصلوا لمية وعشرة نائب بشو ضمنه المرور في الجلسة العامة لكن تارفوا بشا الناس تتوقع أنه فما شكون ربما يوم الجلسة العامة يتراجع على موقفه وهذا اللي خلي عبير موسي تعبر على التخوفيته وقعد تضغط بكل ما لديها لإحراج حركة الناظر لإحراج راشد الغنوشي دوليا ووطنيا وأمام الرأي العام لا تنسوا اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بشو صيلكم الفيديو القادم